إذا أنا عندي متجر على شبوفاي وجاني عليه مبيعات من الطبيعي جداً أنه هذه المبيعات تروح لبيبال بيبال يحزز هذا المبلغ أو يسوي شيء اسمه هولد ومع كثرة المبيعات هذا الشيء رح يسبب لك زعاج أو خلينا نقول رح يعطل عمله لأنه أحياناً الهولد يوصل إلى 25 يوم لقيت الحل وحبيت أشاركه معاك بشكل جداً بسيط يا أهلا والله حياكم الله في حلقة جديدة رح نحل فيها مشكلة أن المبالغ اللي تروح على بيبال أو من متجرك إلى بيبال يسير عليها هولد ومع هذا الحل اللي رح يستعرض معاك اليوم أو مع هذا التطبيق يسير المتجر أو العميل إذا طلب من متجرك مباشرة المبالغ تروح لحسابك بيبال وتقدر تستخدمها تسحب المبلغ من بيبال أو تحوله على حسابك هذه الأمور كلها ترجع لك أو حتى ممكن تحوله للبايع سوي لريحك لأنه هذه فلوسك فضروري نلقى حل الفكرة من هذا التطبيق أنه يخلي متجرك موثوق لدى بيبال وبالتالي أي مبلغ يدخل بيبال من خلال متجرك رح يكون متاح للسحب من خلال هذا التطبيق بس لازم تضبط بعض العدادات وتحمل التطبيق على المتجر عشان يقدر التطبيق يسوي شيء اسمه ساينس أوتوماتيك للمبيعات في متجرك ويسير تروح مباشرة على البيبال ويسير أيضا المبلغ متاح للسحب طبعا أول شيء هذه هي لوحة التحكم الخاصة فينا نروح على متجر التطبيقات تقدر من هنا كمان تستارد التطبيق لكن أنا أبغاك تعلم الطريقة الصحيحة تروح الموقع هذا اللي هو تراك شور وراح ترك لك الرابط في صندوق الوصفة عشان يسهل عليك الموضوع بشكل بسيط جدا هنا تعال عفوا على الموقع واضغط على ستارت فري يطلب منك هنا اليو ار ال ستور أو رابط المتجر أنا وريك كيف تجيب رابط المتجر بهذه الطريقة واضغطنا بس على علامة العين هادي عشان يأطيك اللينك الخاص بالمتجر طيب هذا طبعا متجر بس سوينا عشان هذا الابلكيشن ننسخه من هنا بدين هنا تجي ولسق خلاص أنا سويت نسخ لرابط المتجر أسوي الآن تسجيل مع شوبوفاي الآن حولني مباشرة على التطبيق على المتجر يعني يقول لي انت الآن تبغى تسوي ربط ما بين التطبيق وبين المتجر تنزل تحت وتسوي انستول أب طبعا راح يتحمل بهذا الطريق احنا كده حملنا التركشور أو هذا الابلكيشن على المتجر طبعا الجميل انه هنا يعطيك زي ما تشوف 14 يوم مجاني بعد كده يبغى يطلب منك 10 دولار انا اشوف اذا جاتك مبيعات 10 دولار جدا قليل انه انت تتحكم في المبلغ الموجود على بايبال انا اضمن لك اذا كان التطبيق هذا موجود في متجرك باذن الله بايبال ما راح يحجز المبلغ او ما راح يسوي هولد على المبلغ بس خلينا نرتب بعض الاعدادات وبعد كده انطلق طبعا اول خطوة تسويها اللي هو انك تربط حساب البيبال عشان يبدأ يخصم منك 9 دولار في الشهر القادم ولكن راح يطيك زي ما قلنا ال 14 يوم كيف اربطه بشكل بسيط راح تجي هنا وتضغط على pay with بايبال يعني ادفع مع بايبال يفتح عندك حساب البيبال كل اللي عليك انك انت تسوي ابروف للموضوع او تسوي موافقة عشان بعدين تقدر تدفع الشهر القادم وبكده يصير اي طلب يجي هنا على المتجر مباشرة هذا الابليكيشن اللي هو هذا الابليكيشن هذا راح ياخد هذي الطلب وياخد منه رقم التتبع ويرسله مباشرة بشكل اوتوماتيك لبيبال وفي شي جدا جميل لاحظته في هذا التطبيق خليني بس استعرض معاك بعض المزايا زي ما تشوف يقولك انه راح يخلي بايبال يثق في متجرك بشكل جدا بسيط من خلال هذا التطبيق لكن الاهم هنا في ناس راح تسأل هل انا لو الغيت قبل ال 14 يوم هل انه راح يخضون مني فلوس او لا هذه هنا لقيتها في الموقع اللي هو كنايا كانسل هنا زي ما تشوف يقولك انه تقدر تكنسل اي وقت يعني كل اللي عليك انك تروح وتحدف التطبيق بس من هنا تجي تسوي دليت ينحدف التطبيق ويصير ما عادي يطالبونك بشي يعني ممكن استخدمت 14 يوم بعدين حذفته وانا ارشح لو ما جاك مبيعات انك اصلا ما تدفع شي يعني وهذه وجهة نظري الشخصية ولكن التطبيق جدا جدا جميل زي ما تشوف هنا عندهم خدمة دعم اللي هو سبع ساعات يوميا هذه راح تساعدك لو كان عندك اي سؤال او مثلا ما اشتغل معاك التطبيق زي الناس او مثلا جاتك مبيعات وصار عليها حولد في البيبال او بيبال حجز المبلغ بشكل بسيط تجي هنا وتضغط على اتصل بنا راح تتكلم معاهم تقولهم انه انا عندي مبلغ انحجز في بيبال وهم بطريقتهم راح يفكو لك هذا المبلغ فانا اشوف للامانة تسع دولار جدا جدا مبلغ رخيص مقابل انه يحلي مشكلة مثل هذه المشكلة هذا كان احد الحلول انه انت بيبال ما تنسك المبلغ عليك ويصير عليها حولد اتمنى لك كل التوفيق وفي امان الله